ما الوزير تركيا وإيران هل يتعاملون مع دجلة والفرات أنها أنهار دولية أم أنها أنهار محلية في سياستها خلال السنوات التي مضت؟ تركيا تتعامل مع مياه نهر دجلة والفرات في بعض الأحيان تعاملها دولي وفي بعض الأحيان تعتبرها عابرة للحدود وهي بالمعنيين تمثل أنهار دولية الجارة إيران تعاملت مع نهر الكارون على اعتبار هو نهر محلي وهذا مخالف أغلب الروافد تعاملت معها على اعتبار أنها أنهار محلية وهذا مخالف ولكن بقية الروافد لا ما زالت هي روافد دولية لأنها مرتبطة باتفاقية الجزائر معالي الوزير كانت هناك اختراحات ودراسات مرات تخصص طوبغرافية أنه ضرورة إنشاء قناة دجلة ما بين دجلة والفرات لخزن بها هاي المياه مرات دجلة وفرة من المياه أكثر من الفرات فتستفادون من هذه القناة في تغذية نهر الفرات هذا كان مشروع أنا سمعت به من زمان لكن هذا المشروع غيب أين هو الآن؟ أي مشروع ساد نجم؟ أي قناة لحضر تكشير المياه؟ أن تكون قناة بين دجلة والفرات لخزن المياه تستفادون منها بالإطلاقات موجودة هذه موجودة 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 ساد نجم هذه القناة موجودة بحيرة الثرثار نخزن بها في حال الفيضان ونقوم بمناورة بالخزين في حال وجود نقص في الفرات لا لا في منطقة في البصرة عند المصب النهائي في شط العرب بدلا من أن تذهب هذه إلى الخليج العربي نستفاد بتدوير المياه في داخل البلد هذا أسمعت بهذا المشروع من فترة طويلة نفذنا هذه القناة وين؟ تنفذ هذه القناة الأروائية في البصرة تنفذت هذه تأخذ من اكتيبان إلى راس البيشة طولها تقريباً مية وكسر كيلو متر ومنفذة وتقوم بتأمين الخدمة المياه الصالحة للشرب لغاية راس البيشة موجودة هذه القناة نفذت من أربع إلى خمس سنوات شقد طاقتها الاستيعابية الآن شقد طاقتها الاستيعابية وهل هي الآن ممتلئة؟ 30 متر مكعب ممتلئة الآن؟ طبعاً طبعاً 30 متر مكعب طاقتها طبعاً هذه نقوم بتحويل المياه؟ يعني أنا أسمعت قبل فترة أنه ترجمة نانسي قنقر